العراق على أعتاب أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة للحكومات السابقة منذ عام 2003 التي حجمت الصناعة وحاربت الزراعة حتى يبقى العراق ضعيفا تابعا للغير في كل شيء وقد كان لإحراق الأراضي الزراعية ومحاصيلها بشكل مفتعل دور كبير في تراجع الاقتصاد وتهديد أمن العراق الغذائي خلال العام الجاري التهمت النيران حتى اليوم أكثر من 600 دونوم من محصولي القمح والشعير في النجف ومثلها في مناطق العظيم والمقدادية في محافظة ديالا وفي بلدة بيجي بمحافظة صلاح الدين ومناطق أخرى في كاركوك نهج تدميري تتبعه منذ سنين أطراف تابعة للأحزاب السياسية تهدف لإحراق المحاصيل الزراعية وعدم فسح المجال أمام الفلاحين والمزارعين لطرح منتوجاتهم ومحاصيلهم الزراعية وضمان استيرادها من الخارج أطراف كثيرة منها المزارعون يتهمون السلطات الحكومية بالتواطئ كونها تقف موقف المتفرج على الحرائق المنظمة ولم تتخذ أي إجراء حاسم حتى اليوم كما لا توجد لديها أي خطط حماية بالرغم من تعرض حقول زراعية خلال موسم الحصاد الماضي إلى حرائق مماثلة قضت على آلاف الدنومات حرائق تأتي في إطار الجريمة المنظمة حيث أنها تستهدف بشكل واضح الأمن الغذائي العراقي ولطالما كان العراق من البلدان المكتفية ذاتيا في المحاصيل الزراعية إلا أنه اليوم بات يستورد الكثير من المحاصيل نتيجة للجرائم المفتعلة التي تقوم بها جهات مسلحة مدعومة من قبل الأحزاب المشاركة في السلطة من أجل إبقاء العراق بلدا مستهلكا وإبعاده عن صفوف البلدان المنتجة في الزراعة بالمنطقة ومنع وصوله إلى حد تصدير منتجاته إلى خارج العراق اشتركوا في القناة